اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتكلمنا عن طلب الجامعية الزراعية الملكية للاستلاء على ارض النادي الاهلي على ان تقوم الجامعية الزراعية بتعويد النادي بارد تانية في منطقة الاندية بالعجوز وازاي النادي الاهلي رفض اي محاولة لنقله من مكانه واتكلمنا عن وفاة محمد فاهمي الاخ الاكبر لمراد وعزيز فاهمي وكم من الكوادر اللي بيتم تجهيزها اداريا في النادي التلاتة لعبوا تنس في الاهلي ولعبوا مع بعض في الفريق الاول لكرة القدم في حالة ما تكررتش الا في جيل الاشقاء صالح سليم وعبد الوهاب سليم وطرق سليم واتكلمنا عن تعديل قانون النادي للمرة التالتة في تاريخه وكان من ابرز التعديلات اطلاق مصطلح مجلس الادارة على ادارة النادي بدل من مصطلح اللجنة العليا وكان اجتماع يوم 16 ابريل 1940 هو الاجتماع الاخير لادارة النادي بمسماها القديم اللجنة العليا واجتماع يوم 17 يونيو 1940 هو اول اجتماع بالمسمى الجديد مجلس ادارة النادي الاهلي وختمنا الحلقة بسؤال ليه استقال محمود مختار فندي محمود مختار فندي هو نفسه محمود مختار التتش وكان سكرتير لعبة الهوكي دخلت لعبة الهوكي في مصر في اوائل القرن العشرين وكان بيمارسها الجاليات الاجنبية المختلفة وبعض فرق الجيش الانجليزي زي نادي السكة الحديد مثلا اللي تأسس على ايد موظفي السكة الحديد لانجليز سنة 1903 باسم نادي هوكي بولاء وكانت الهوكي اللعبة الوحيدة في النادي قبل ما تدخلوا كرة القدم لعبة الهوكي دخلت النادي الاهلي سنة 1935 وبدأ نشاطها في النادي مع مجموعة من لعب فريق كرة القدم على رأسهم مختار التتش ومراد فاهمي وشقيقه محمد فاهمي ومحمد علي راسم كانوا بيمارسوا الهوكي وكرة القدم في نفس الوقت مختار التتش ضم الفريق الهوكي بعض اعضاء النادي من طلبة المدارس السعادية اللي كانت بتمارس اللعبة ومتفوقة على مستوى المدارس زي عبد المنعم السبكي وتوفيق عبد الهادي ويسري أبازة ومحمود رأفط في الوقت ده كان فريق الهوكي بالاهلي بيلعب مبارياته الودية مع الجالية الأجنبية بنادي الجزيرة وكان بيتم استقبال فرق هندية للعبة والهند كانت من الفرق القوية في اللعبة وبدأت اللعبة تنتشر في أندية الترسانة والمختلط والبوليس وبدأوا يلعبوا ودي مع بعض وفي عام 1942 قرر محمد صبحي الاتريبي دعوة الأندية المصرية لتأسيس التحاد مصري للهوكي ومحمد صبحي الاتريبي أحد كبار الإداريين في تاريخ الأهلي وكان رئيس بعثة كرة القدم في دورة أنفرس الأولمبية سنة 1920 وكان سكرتير كرة القدم والتلس في الأهلي وعضو اللجنة العليا بالأهلي من عام 1925 إلى عام 1928 ولا جديدة يذكر ولا قديمة يعاد مش هتلاقي لعبة تم تمصرها إلا لو كان قائد عملية تمصرها من أبناء الأهلي عشان كده أطلقوا عليه أبو النوادي وأبو الأندية المصرية وبالمناسبة محمود رأفط أحد رواد اللعبة في الأهلي أصبح أحد كوادر لعبة إدارياً اتولى بعد اعتزاله سكرتيرية اتحاد الهوكي المصري وبعدين مس الأفريقيا سنة 1954 في الاتحاد الدولي للهوكي وبعدين انتخب عضو للاتحاد الدولي للهوكي وبعدين وكيله وأيضاً رئيس للاتحاد الأفريقي للهوكي اعتزل مختار تيتشي لعب كرة القدم واستمر في ممارسة لعبة الهوكي وصدر قرار اللجنة العليا للنادي بتوليه منصب سكرتير اللعبة في جلسة يوم 17 يونيو 1940 استمر مختار تيتشي في ممارسة عمله كسكرتير للعبة الهوكي كم شهر لكنه قدم استقالته من منصب السكرتير وكانت وجهة نظره انه ماينفعش يكون سكرتير اللعبة ولاعب في نفس الفريق كده حيبقى فيه تعارض يعني لو هو اللي غلط مين هيحاسبه وتم عرض الاستقالة في جلسة مجلس الإدارة اللي انعقدت يوم 26 سبتمبر 1940 وزي ما جه في محضر الجلسة عرضت استقالة محمود مختارة فندي سكرتير لعبة الهوكي فتقرر تكليف حضرة سكرتير النادي لإعادة مكالمة مختارة فندي في الموضوع لعله يرجع عن الاستقالة وفي جلسة 17 أكتوبر عام 1940 تم عرض موقف مختارة تيتش مرة تانية وجه في محضر الجلسة عرض حضرة سكرتير النادي بأنه بالرغم من محادثته مع حضرة محمود مختار لحمله على سحب استقالته من سكرتير الهوكي صمم حضرته عليها وإذاء ذلك رأى المجلس قبولها وإرجاء تعيين سكرتير آخر للجلسة المقبلة ونظراً للخدمات الجليلة التي قدمها حضرة محمود مختارة فندي للنادي بصفة خاصة وللرياضة بصفة عامة فقد رأى المجلس أنه يمكن الانتفاع بمواهبه الرياضية وكفاءته الفنية في مختلف الألعاب لتيسير الحركة الرياضية بالنادي لذلك قرر المجلس منحه لقب كابتن النادي على أن يكون اختصاصه رفع تقارير نصف شهرية بمرحوظاته عن حالة الألعاب المختلفة بالنادي وما يره من اقتراحات بشأنها على أن تقدم هذه التقارير إلى حضرة سكرتير النادي لعرضها على مجلس الإدارة كما رؤية أنه يمكن استدعائه عند اللزوم لأغذى آرائه الفنية القرار ده ممكن نبصله كده ونعتبره قرار عادي زي أي قرار بيصدر بتكليف حد لتولي مسؤولية في النادي لكن القرار ده بيعتبر من القرارات التاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي ليه؟ نقول لكم في الوقت ده كان كل لعبة لها سكرتير يعني مدير للعبة وكل سكرتير لعبة منه لسكرتير النادي وعدد الألعاب في ده ده وصلت في الوقت ده لعدد كبير قوي زي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والهوكيو والتنس والعاب القوة والملاكمة ورفع الأسقال والجنباز والتنس الطولة والبلياردو يعني مش مجرد أربع خمس لعبات زي ما بدأ النادي بيها ده جير بقى متابعة معهد التربية الرياضية وحفلات النادي ومسابقاته ومتابعة الإدارات المختلفة والشؤون اليومية للنادي إذن متابعة الألعاب حتتأثر لأن سكرتير النادي مش هيقدر يتابع كل ده ده غير كمان الألعاب بمشاكلها ونشاطاتها وعددها الكبير يبقى من الأفضل يكون في حد يتابع الألعاب كلها ويقدم تقارير لسكرتير النادي لعرضها على مجلس الإدارة بدل سكرتير النادي ما يتعامل مع سكرتير كل لعبة يتفرج لإدارة النادي ويكون في حد مسؤول عن الألعاب المنصب ده اتطور بعد كده وبقى اسمه مرائب الألعاب وبعد كده بقى مدير النشاط الرياضي عشان كده تعين كابتن للنادي من القرارات التاريخية لمجلس إدارة الأهلي وكان محمود مختار تيتش أول من تولى هذا المنصب في تاريخ النادي وهنا بقى مهم اننا نتعرف اكتر واكتر على محمود مختار تيتش محمود مختار محمد رفاعي من مواليد الإسكندرية في سبتمبر 1905 الابن الثالث للدكتور محمد رفاعي حاكم باشي مستشفى الإسكندرية وحاكم باشي معناها كبير الأطباء انتقلت أسرته للقاهرة وتحديدا في حي السيدة زينب ودخل مدرسة محمد علي الابتدائية كان عنده تمت سنين لما شارك لأول مرة في فريق المدرسة وكان أصغر لعبيها سنا وجسما وأكثرهم مهارة مدرسته فازت بكاس المدارس الابتدائية بعدها اتنقل لمدرسة السعادية السنوية وطول ما كان بيلعب فيها ما خسرتش ولا مباراة وبعدين دخل مدرسة الحقوق الخدوية واتخرج منها سنة 1922 شافوا لعب الأهل القديم محمود مرعي وضموا للفريق الأول وفي نفس الموسم لعب أول مبارياته مع الأهلي وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه وكانت بطولة كاس السلطان حسين وفوراً انضم المنتخب مصر ومن أبرز المحطات في طريق نجومية مختار التيتش كانت مباراة نهائي كاس مصر سنة 1924 بين الأهلي والسكة الحديد في الوقت ده كان حسين حجازي أفضل لاعب في مصر كان بيلعب للسكة الحديد وخد البكوية سنة 1923 والجمهور ما كانش بيناديه إلا حجازي بيه حجازي بيه الأهلي في اليوم ده كسب السكة الحديد أربعة واحد مختار التيتش جاب جنين من الأربعة وحسين حجازي جاب الهدف الوحيد للسكة الحديد وحسين حجازي كان له جمهور كبير بيروح يشجعه وهو في أي فريق بيلعب ليه جمهور حسين حجازي زعل لخسارة السكة الحديد وحاولت مجموعة منه تعتدي على لعيبة الأهلي وخصوصاً مختار التيتش اللي كان عنده وقتها 19 سنة إزاي حسين حجازي بيه يخسر حسين حجازي يومها منع جمهوره من الاعتداء على مختار التيتش أما الإيه لقب التيتش دي جي منين ده لقب أطلقه عليه اللورد جارج لايد وده كان المندوب السامي البريطاني في مصر في الوقت ده جارج لايد كان لعيب كرة القدم قديم بانجلترا وعشان كده كان بيتابع مباريات كرة القدم في مصر وعجبته شخصية وموهبة ومروغات محمود مختار فأطلق عليه لقب التيتش طب إيه التيتش؟ التيتش ده كان لعب أكروبات انجليزي حركاته بهلوانية يعني شوف ارتبط اسم البهلوان بمختار وكان جورج لايد كل ما يشوف محمود مختار يناديه هلو تيتش وبقى الكل يناديه مختار التيتش لكن بقى البداية الحقيقية للنجومية الطاغية والشعبية الكبيرة وبروز الشخصية القيادية لمختار التيتش كانت سنة 1928 فاكرين لما تكلمنا عن مباراة نهائي كاس السلطان حسين اللي فاز فيها الترسانة على الأهلي وتم إيقاف حسين حجازي لأنه رفض يستلم ميداليات المركز التاني مباراة الأهلي والترسانة في نهائي كاس السلطان حسين كانت يوم 13 إبريل 1928 ويوم الثلاث 17 إبريل تم إيقاف حسين حجازي والأهلي حيلعب نهائي كاس مصر مع المختلط اللي هو إيه الزمالك حيلعب معاه يوم الجمعة 20 إبريل يعني بعد أسبوع من خسارة كاس السلطان حسين مختارة تيتش قاد الفريق للفوز على المختلط واحد سفر وهو اللي أحرز هدف المباراة قيادة مختارة تيتش لزميله خلت جمهور الأهلي يسق إن فريق كرة القدم بخير حتى أما سابه أو توقف حسين حجازي وإن فيه نجم كبير يقدر يقود الفريق في غياب أبو القرى المصرية حسين حجازي في اليوم ده مختارة تيتش بقى أيقونة فريق كرة القدم في الأهلي وبقى النجم الأول عنده جمهور الأهلي مش بس كده سافر منتخب مصر للدورة الأولمبية بأمستردام في غياب حسين حجازي بعد إقافه وقدر يفوز بالمركز الرابع في الدورة الأولمبية وده أكبر إنجاز مصري في تاريخ كرة القدم المصرية لأن في الوقت ده كانت الدورات الأولمبية بتتلقى بالمنتخبات الأولى وكانت بمثابة كاس عالم لكرة القدم قبل التفكير في إقامة كاس العالم بعد كده بسنتين فقر جوي وكان سنة 1930 والصحف العالمية اتنقلت أخبار مختار التيتش وتم اختيار المنتخب العالم ضمن أحسن 11 لاعب في دورة أمستردام الأولمبية كانت بداية شعبية ونجومية طاغية لمختار التيتش وبداية لنهاية نجومية حسين حجازي في ملاعب كرة القدم مختار التيتش كبان كان هداف منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 1934 وكان كابتب منتخب مصر في نهائيات البطولة اللي تلعبت في إيطاليا وتم اختياره ضمن نجوم البطولة بإجماع لجنة فنية مكونة من سبع نقاد من أبرز النقاد العالميين التيتش شارك في تلات دورات أولمبية أعوام 1924 و1928 و1936 واعتزل كرة القدم سنة 1940 اعتزل وهو في قمة عطاءه وليقته لدرجة أنه كان لست بيلعب الهوكي في فريق دادي ويشارك في مسابقات اللعبة وكان خبر اعتزاله صدمة لعشاء كرة القدم لدرجة أن الناقد الرياضي الكبير محمد شميس كتب مقال بعنوان جناية مختار التيتش على مصر قال في إيه صدماني نبأ اعتزال مختار الكرة صدمة عنيفة ومختار ما زال باعتراف الجميع نجم الملاعب قاطبة وما زال في عمره بقية شابة حارة تتزعم الميادين بقدار وفعلا اعتزال التيتش كان صدمة كبيرة لجمهور الكرة وطلبوا بالرجوع عن اعتزاله لكنه صمم فلجأ بعضهم للسيدة أم كلسوم وكانت علاقتها قوية بالتيتش لكن مفيش فايل التيتش أقنع أم كلسوم بوجهة نظره في الاعتزال وهو في قمة عطاءه وعند اعتزاله نشرت إحدى الصحف زجل طريف قالت فيه إيه يلي بتستفتل سبور سبور دي مجلة رياضية يلي بتستفتل سبور ما لك محتار إزاي تدور على كابتن راح فين مختار في رأيه لو جعله الكابتن بالانتخابات كان غيره ياخد صوت واحد وهو ألفات بتوع الأولمبيك شافوا لعبه قالوا دلقاس لو كان في مصر تلاتة زيه كانت تاخد الكاس يا تيتش ارفع ريتك واعمل مجهود يرعاك ويحميك المولى من كل حسود بعد اعتزاله استمرت تيتش في لعب الهوكي وساهم في تأسيس التحاد الهوكي وكمان كان من مؤسسي التحاد البلياردو مع حسين حجازي والسيد نصير وزي ما قلنا تولى مناصب سكرتير لعبة الهوكي وكابتن النادي ومرائب الألعاب النادي وكمان تولى تدريب فريق كرة القدم في فترة كده في الأربعينيات وشغل منصب مدير عام رعاية الشباب بوزارة الشؤول الاجتماعية لما كانت الرياضة تابع عليها قبل إنشاء وزارة الشباب والرياضة وخرج على المعاش في سبتمبر 1965 وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى وتوفي في 21 ديسمبر 1965 وقرموا مجلس إدارة الأهلي بإطلاق اسمه على الملعب الرئيسي للنادي الأهلي وعمل تمثال نصفي قدامه كده وفي جلسة 12 ديسمبر 1984 منحوا مجلس الإدارة الرئاسة الشرفية للنادي مختار التيتش اسمه مرتبط بالقيم الأخلاقية والروح الرياضية والكفاءة الإدارية وكان علامة برزة في تاريخ النادي الأهلي ولو الكتير والكتير من المواقف اللي حنتكلم عنها في حينها إن شاء الله استمر النادي الأهلي في دعم النشاط الخير للدولة وده جزء من دور الوطن على سبيل المثال اللجنة الأهلية للرياضة البدنية طلبت استغلال ملعب النادي الأهلي عشان تقيم عليه مسابقات لدعم جمعية الهلال العمر اللجنة دي كانت هي المشرفة على الرياضة قبل ما يتعمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بعد كده فصدر قرار النادي الأهلي في جلسة اللجنة العليا يوم 9 إبريل عام 1940 وكان كالآتي الموافقة على طلب اللجنة الأهلية للرياضة البدنية إعارتها ملعب فاروق بالنادي الأهلي لإقامة مسابقات ألعاب القوى بين الفرق الأهلية لبلاد اليونان وتركيا ومصر في يومي السبت والأحد 20-21 إبريل 1940 والتي سيخصص دخلها لمساعدة جمعية الهلال الأحمر على أن يكون دخول الأعضاء في اليومين المذكورين بتذاكر أسوة بغيرهم الفرق الأهلية هنا يعني المنتخبات في الوقت ده كان بيتقال على المنتخب الفريق الأهلي الفريق الأهلي لكرة القدم الفريق الأهلي لألعاب القوى وهكذا النادي الأهلي مش بس عارم ألعابه مجاناً لللجنة الأهلية للرياضة البدنية لا ده كمان فرض على أعضاؤه التبرع لجمعية الهلال الأحمر من خلال قراره بدخول أعضاء النادي خلال اليومين دول بتذاكر زي أي حد حيحضر مسابقات دور استمر فيه الأهلي لحد النهاردة أي مناسبة زي دي حتى أعضاء مجلس إدارته بيدخلوا بالتذاكر زيهم زي الجمهور وده حصل في مناسبات كتير أكيد فاكرين في 30 ديسمبر سنة 2017 كان في مباراة دي على استاد برج العرب بين الأهلي وقتلتكو مدريد الأسباني وحيخصص دخلها لصالح شهداء الوطن ويومها قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلغاء كل الدعوات المجانية وكل أعضاء مجلس الإدارة يشتروا تذاكر حضور المباراة زيهم زي غيرهم وده لتعظيم العقد المادي للمباراة وكعادة الأهلي في تكريم كل من أعطى للنادي وكل من ساهم في رفعته قررت اللجنة العليا في جلسة 16 إبريل 1940 ما يلي الموافقة على أن يرفع إلى الجمعية العمومية اقتراح بمنح حضرة صاحب المقام الرفيع شريف صبري باشا رئاسة شرف النادي شريف صبري باشا كان من أبرز الأعضاء المنتخبين والمؤثرين في اللجنة التنفيذية للنادي عبر سنين طويلة بدأت من انتخابه كعضو لجنة تنفيذية في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 19 يناير 1916 ومعروف أن اللجنة التنفيذية دي هي مطبخ قرارات مجلس إدارة النادي وفي الجمعية اللي انعقدت يوم 3 مايو 1940 تم عرض اقتراح اللجنة العليا للنادي وجه في محضر الجمعية العمومية بناء على اقتراح اللجنة العليا للنادي تقرر الموافقة بالإجماع على إسناد رئاسة شرف النادي إلى حضرة صاحب المقام الرفيع محمد شريف صبري باشا في نفس الجمعية العمومية دي ذكر تقرير النشاط الرياضي المرفق بالتقرير السنوي للنادي الزيادة الملحوظة في أنشطة النادي الرياضية وتوسع مشاركاته في الألعاب المختلفة على سبيل المثال ذكر التقرير المنافسات القوية اللي شاركت فيها فرق كرة السلة الرجال والسيدات وذكر التقرير أن الأهلي كان بيشارك في المسابقات بفريقين للرجال وفريق للسيدات فريق أول للرجال بيشارك فيه في الدوري الممتاز لكرة السلة وفريق بيشارك فيه في دوري الدرجة التانية التقرير يتكلم كمان عن نشاط الملاكمة وكانت فرق النادي بتتصدر المراكز الأولى للدرجتين الأولى والتانية في الوقت ده كان رئيس الاتحاد العام للملاكمة جعفر ولي باشا اللي هو رئيس النادي الأهلي وداود راتب بيك وكيل للاتحاد ورياض شوقي أمين للسندوق وعبد اللطيف المردانلي سكرتير عام الاتحاد النادي الأهلي في الوقت ده كان الرائد في لعبة الملاكمة ورئيسه جعفر ولي باشا هو مؤسس الاتحاد ورئيسه من يوم تأسيسه عام 1923 التقرير كمان اتكلم عن استمرار عمل معهد التربية الرياضية اللي النادي انشأه عام 1934 وجيه في التقرير ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر أن قسم المعهد الرياضي بالنادي يسير العمل فيه بانتظام وفيه الآن حوالي 60 عضوا يسددون الاشتراك في مواعيدها ويسيرون طبقا للنظام الموضوع لمعهدهم وكانوا يوالون الحضور بانتظام للتمرين في الملاكمة والمسارعة ورفع الأسقار مش بس كده التقرير السنوي للنادي أشار لاستمرار حفلات النادي فجيء في التقرير أقيم بالنادي أربع حفلات جنائية ساهرة أحيت إحدهما الأنسة أم كلسوم وأحيت أخرى الأنسة ملك كما أحيى الأستاذ عبد المنعم مختار وأحدى الأنسات حفلتين أخريتين وأقيم بضع حفلات ساهرة لألعاب داخلية اشترك فيها عدد غير قليل من الأعضاء وأقام النادي حفلته الساهرة المشمولة بالرعاية الملكية العالية بدار الأوبرا كالمعتاد وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك بتشري فيها فكان لهذا العطف أثره البعيد أبقاه الله ذخرا للبلاد تقرير النادي السنوي بيشير بوضوح لاستمرار النادي الأهلي كملتقى رياضي فني تعليمي دور كبير قام به النادي عبر تاريخه الأهلي مش بس استمر في دوره كملتقى رياضي ثقافي تعليمي لا ده كمان استمر في دوره الوطني بمنع العضويات العاملة للأجانب اللي خد بها قرار في جماعاته العمومية منتصف العشرينيات وكان عضو الجاليات الأجنبية اللي عايز يشترك في النادي بيتعامل طبقا للليحة كعضو منتسب يعني يدخل للنادي ويمارس الرياضة لكن ليس له أي حقوق في حضور الجماعات العمومية أو التدخل في عمل إدارة النالي لكن مجلس الإدارة لاحظ أن الطلبات العضوية من أبناء الجاليات الأجنبية زاد بشكل كبير فجيه في محضر جلسة 26 سبتمبر 1940 بمناسبة الطلبات المعروضة على اللجنة والمقدمة من بعض حضرات المنتمين للجاليات الأجنبية رأى حضرة صاحب السعادة فؤاد أبا ثباشا وجوب لاحتياط الكل في قبول عدل مصريين بأي شكل من الأشكال واقترح ضرورة وضع لائحة لتنظيم موضوع طلاب العضوية المنتسبين فتقرر تأجيل بحث ذلك إلى جلسة يكون أعضاء المجلس فيها كاملين العدد النادي الأهلي اتأسس من أجل المصريين لكن في نفس الوقت مش هتقدر تمنع الأجانب من دخول النادي نهائيا البلد تحت الاحتلال الإنجليزي وما صالح النادي ممكن تتعطل فما فيش مشكلة أن النادي يقبل بعض أبناء الجليات الأجنبية كأعضاء منتسبين لكن في حدود محاولات اختراق عضوية النادي كانت كتيرة جدا وما كانش فيه بس محاولات لاختراق عضوية النادي فاكرين محاولات نادي الفروسية المتكررة للاستلاء على أرض النادي الأهلي المحاولات اللي بدأت بعد موافقة النادي الأهلي على تأجير ملعب كرة قدم رقم 3 لنادي الفروسية وزي ما قلنا أن تأجير الملعب في الوقت ده كان أمر عادي جدا لجهات مختلفة عشان تزود إرادات النادي وبعد تأجير الملعب رقم 3 الجمعية الزراعية الملكية طلبت أنها تاخد أرض النادي وتدي له أرض بديلة في منطقة الأندية بالعجوزة الطلب اللي إدارة النادي الأهلي رفضته تماما يا ترى توقفت محاولات الاستلاء على أرض النادي إزاي؟ ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة اللي جاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة